السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل وصحابي أجمعين وسلم تسليما كثيرة إذن ورد الآن قرار رئاسي بالنسبة للسنة الدراسية لقد تم شهادة الامتحان الابتدائي الغاول 5 يام يعني مكة 5 يام والبعام إن شاء الله يكون في الأسبوع الثاني من سبتمبر والباكالوريا تكون في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر بالنسبة للسنوات الأخرين الابتدائي والسيوام والليسي تروح على حسب المعدلات تنتعى الفصل الأول والثاني إذن هذه هي وكان حاجة أخرى تأجيل الدخول المدرسي لسنة الدراسية 2020 حتى شهر أكتوبر لذلك نعود لكم بتلكم 5 يام إلغاء 5 يام يعني أنا كان عندي إحساس بلي رايحين يأنلوا الامتحان شهادة التعليم الابتدائي والبعام إن شاء الله يكون في الأسبوع الثاني تح سبتمبر سبتمبر والباكالوريا الأسبوع التالي الثالث من سبتمبر صحيح؟ وبالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي رايحين يدولهم المعدل تعلق الفصلين نظن فيها تخفض الخفض المعدل يعني يقدر يكون ربعا ونص والله أعلم المهم الفصلين الاثنين وبالنسبة للمتوسط كذلك الأولى والثانية والثالثة رايحين يشوفوا لهم المعدل تعلق الفصل الأول والثاني وبالنسبة لأولى والثانية الثانوي كذلك بالمعدل أنت على الفصل الأول والثاني والسكيام يفوتوا أوتوماتيكمان للسنة الأولى متوسط هذه هما الإجراءات يعني هذا عاجل رأيها في منبع خمسة دقائق وقالوا لأن تلونسوها في الإداعة الوطنية ونقول لأولادي إن شاء الله هنني معاكم لكل عام والله يجي بالخير ونتهنوا من هذا الوباء ونقولكم صحة سيامكم وصحة فتلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته